السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد قناكري أومد وزي ما بتعرفوا إحنا دائما بننصح بذاكرة أورام كينغستن فيوري سواء كانت سلسلة البيست الاقتصادي نسبيا أو سلسلة الرينيجيد اللي بتيجي بأداء أعلى وسعر أعلى ولكن اللي دائما بميز السلسلتين إنه أسعارهم مقارنة مع معظم الدواكر الأخرى أسعار منطقية جدا عندهم توفر وأهم إشي كومباتابلتي أو توفقية عالية مع معظم لوحات الأم إذا ما كانوا كلهم مع شكل لطيف جدا وألوان أسود وأبيض وإضاءة RGB لأن أي نعم الذاكرة تبعتهم مش أكثر ذاكرة بتعمل أوفر كلوكينج أو كسر سرعة ولكن نسبة المستخدمين العاديين اللي ما بتكسر سرعة تصير أكثر من الناس القليلة اللي بتحب تعمل كسر سرعة للرام تبعتها عشان تعصر شوية أداء زيادة من الجهاز ولأول مرة من فترة كينغستن بي نزلوا limited edition أو إصدار خاص من الذاكرة تبعتهم رح نستعرضها بهذا الفيديو فرح نستعرض بهذا الفيديو الإصدار الخاص من ذاكرة كينغستن فيوري رينيغيت بشكل جديد كليا وبسرعة 8000 ميغا ترانسيرز بالثاني بس قبل ما نبدأ الفيديو من جدة تحيط الصمود لإخواننا في كل مكان وبالذات في فلسطين وقطاع غزة الله ينصرهم على كل من عادهم ويثبت أقدامهم في وجه الظروف الخارزميات اللهم آمين موقع SSDK بقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن وملحقات ألعاب وأهم منتج من هذه المنتجات هو Windows 10 Pro اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة نكبس Buy Now نحط كود الخصم اللي هو CEM وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار نعمل Submit Order نختار طريقة الدفع نكبس على Get Key عشان يطلع لنا مفتاح Windows نكبس Start ونطبع Activate عشان تطلع لنا صفحة تفعيل Windows نكبس Change Product Key أو تغيير مفتاح Windows نحط المفتاح اللي أعطاني يا الموقع نكبس Activate وهيك بيكون نتفاعل ونربط باللوحة الأم هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود بوصف الفيديو عادة إحنا إذا بنعمل فيديو خاص عن رام أو ذاكرة بتكون موجهة لإعدادات البيوز تبعتها الـ XMP أو الـ Expo ومنعمل شوية تكسر سرعة ومقارنات بين أداء الرام أو الذاكرة أسوان كان في الألعاب أو برامج إنتاج المحتوى أو الاستخدام العادي بين السرعات المختلفة هاي أو ممكن يكون فيديو تعليمي بنشرح فيه شو معنى سرعة الرام؟ تردداتها Single Channel Dual Channel What Timings أو التوقيت تبعات الذاكرة وأهمية كل واحدة من هذه القراءات وشو بتأثر على الأداء؟ بس بآخر كم سنة من أيام DDR3 وDDR4 وحتى 5 الرامات صارت إشي عادي أو بديهي مش هالخيار الخرافي جداً للناس كتير بتوقف عليه خلص كم بلزمك سعة رام؟ والله إلعاب 16 كافي 32 أفضل لإنتاج المحتوى بدك أعلى من هيك 64 128 شو لـ Sweet Spot للسرعة بـ DDR4 مثلاً كانت 3200 صارت 3600 ميجا ترانسلج بالثانية وبـ DDR5 هي حالياً 6000 ميجا ترانسلج بالثانية ليش خيار الرام صار إشي مش مهم جداً عند الناس لأنه فرق الأداء ما بين رامات DDR4 وDDR5 ومع اختلاف المنصات صار في عيننا منصات نفس المعالج قد يتركبه على وحة DDR4 أو DDR5 مش هالفرق الخرافي جداً حتى مع اختلاف السرعات والترددات ما بين DDR4 وDDR5 أنا قاعد بحكي عن المستخدم العادي اللي بشكل أساسي بلعب games أو بشتغل برامج مكتبية ما بروح لإنتاج المحتوى المتوسط أو العالي أو الاحترافي اللي عن جد سرعات الرام ونوعها وتردداتها والمواقيت تبعتها بتفرق كثير مش شوي بالأداء بدأنا بهذه الدباجة لأن الناس صارت تركز على شكل الرام اللون تبعه والـ RGB تبعه والسعة والسرعة هل هي متناسب مع احتياجاتي متواثق مع اللوحة الأم تبعتي والمعالج وصلى الله وبارك هذا الكلام أدى إلى حالة إنه DDR5 لغاية الآن أداءه متذبذب استقراريته متذبذبة سواء كانت على مرصة انتل ولا AMD ممكن يكون عندك لوحة high-end غالية جداً ما تدعم أرباح حبات DDR5 بغض النظر إذا كانت السرعة عالية ولا قليلة نفس الإشي بعض كتس الرام ممكن ما تشتغل على لوحات معينة أو معالجات معينة أو كمبو معينة بين معالج ولوحة وبايوس بإصدار ما ممكن تعملك مشاكل فالناس صارت بشكل رئيسي تروح للخيار الآمن حبتين رام بسرعات مش عالية جداً ما بتسبب مشاكل أو حتى لو جابوا سرعة عالية فوق الـ 6000-6400-6600 يشتغلوا على XMP أو Expo 2 أو 3 اللي هو بسرعات مخفضة عشان يحصلوا على أداء مستقر وطول الفترة الماضية من لما طلع DDR5 إحنا ما كنا متفائلين باستقرارية الرامات لأنه انتل ما كانت ماخد الموضوع بشكل جدي خلاص مركن أنه فيه DDR4 DDR5 معظم الكتس الشغالة حتى لو ما كانت بسرعات عالية حتى مع الدعم المعلن لسرعات 7200 وأعلى الأمور ما زالت مش مية بالمية وبعدكم هيك خلصت الديباجة نروح لكت الرام الموجودة عنا وهي Limited Edition أو الإصدار الخاص من الـ Kingston Fury Renegade اللي جاي زي ما حكيت بشكل جديد وبسرعات 8000 ميغا ترانسيرز بالثاني اللي هو أعلى من 7200 شفنا كم كت آخر فترة 8000 بس ما كانت منتشرة جداً من يوم وطالع مع إصدار منصة AMD الجديدة خلال الأسبوع القادمة راح نشوف سرعات أعلى سواء كانت بـ XMP أو Expo الإشي اللي راح يجبر إنتل إنه تشوف حل استقرارية الرام عندها ليش الآن بهاي المرحلة قررنا نتفاعل لأنه عبر السنين الماضية دائماً مشكلة AMD كانت طبا وفقية الرامات مع لوحاتها ومنصاتها فلما AMD تكون واضقة ولا وشوي بأنه يلا خلينا نرفع ترددات وسرعات الرامات الموضوع الأغلب بيكون مبشر بالخير ممكن نكون غلطانين ولكن بهذا الفيديو راح نستعرض هذور الرامات نعمل تجربة سريعة على واحدة من لوحات X270E مش اللوحات الجديدة راح تنزل اللي هي X870 و X870E ونشوف هل في أمل ولا لا هاي رامات الـ Kingston Fury Renegade إصدارها DDR5 RGB Limited Edition يلو إصدار محدود وحصري شايفين شعار Fury بتغليف جديد كلياً نطيف جداً التغليف عادةً كان جينيريك أو عام هيك بسيط جداً تغليف Kingston الآن صارعنا هذا الصندوق الأسود في عنا خط RGB جايمايل والمعلومات هون السرعة 8000 ميجا ترانسيرز بالثانية حبتين كل واحدة 24 جيجا بايت والمجموع 48 في عنا هون باتن مفروزة بشعار Fury أما الجهة الخلفية ففيها ألوان Kingston المعتادة أسود أبيض وأحمر معلومات المنتج دعم لكل برامج RGB وانتل XMP وAMD Expo لأن لوحات AMD الجديدة صارت تدعم سرعات أعلى زي 8000 ومن باقي الجهات في عنا بس يأمل لون أسود يأمل نفس الباتن مكملة نفتحهم سلايد أيضا نشوف صندوق أسود عليه Kingston Fury أيضا نفتحه ومنشوف نفس التغليف عليه الباتن اللي هي الفيوري وصندوق أسود من جوه وأول نظرة على الرامات اللي شكلها صراحة كثير غير بتذكرني بإصدارات DDR3 القديمة أسحبها ما في أي إشي تاني بهذا التغليف عنا حافظة 2 بلاستيك نفتح الرامات ما هي طبعا مع ملصق Kingston Fury وهذا هو شكل الرامات اللي عليه مفروزة ومفروزة بشكل واضح ورامات جاي أثقل من المعتاد عادة رامات Kingston تكون أخف من هيك في عنا شعور Fury هون مع جهة حمرة بعدين في عنا هذا الجزء الأسود اللي جاي مكسوم هون بفرزة كمان شوية Graphics لطيفة على فكرة أسود وأحمر ومن الجهة الخلفية عنا نفس الإشي ولكن ملصق Kingston المعتاد اللي عليه معلومات الرام ومن الجهة العلوية في عنا إضاءة RGB اللي من جنب بتبين مع الباتن ومن الأعلى جاي تقريبا خط مع فرزة طالعة شوي من هون على كلمة Fury ونازلة من الجنب من هاي الجهة وجاي بكسرة أو كسحة من هاي الجهة أيضا صراحة يعني خيار تصميمي جريء من Kingston الكل قاعد بروحها الأيام مع ألوان أسود فضي رصاصي رمادي أبيض بس راجعين شوي للون الأحمر أنا معجب بهاي الحركة فمن ناحية شكل الرامات جميلة هيا نشوف شكل الـ RGB والأداء تمام الآن بعد ما استردنا الرامات ركبناهم على لوحة أم نستعملها دائما موجودة على التست بنش تبعنا وهي الـ Aorus Master X670E واحدة من لوحات الـ High End اللي مع آخر تحديث بايوس إلها هاي اللي شايفينه أمامكو على الشاشة صارت تدعم معالجات رايزن القادمة لماذا؟ لأنه نفس المقبس الـ AM5 إحنا شغالين عليه عادة كان من النادر جدا تقدر تشغل سرعات أعلى من 6400 أو 6600 سواء كانت على XMP ولا على XFO على لوحات AMD الآن من نجرب هل نقدر نشغل 8000 ولا لا آمن الجديد بالذكر أنه إحنا كثير معجبين بالشكل المحدث والخصائص المحدثة والاستقرارية لبيوس أورس الجديدة بالذات للمستر X270E حتى إصدار Intel منها منصة الفحص صالها تقريبا سنتين من لما أصدرت هاي اللوحات مش متأكد بالظبط هي أورس ماستر على الانتل أورس ماستر على AMD X790 و X170E قبل ما نروح على المحاولات شغلنا الرامات على ستوك عملنا Clear CMOS ركبنا الرامات وشغلنا الجهاز عمل بوست بشكل طبيعه واموره تمام شغل الرامات على 4800 لأنه الجيدك أو منظمة الرامات العالمية الرامات على هاي السرعة هي 4800 ميجا ترانسلس بالثانية المهم أول محاولة كانت أن نشغل الرامات على سرعة 8000 ميجا ترانسلس بالثانية على XMP1 لأنه للأسف ما لدينا بروفايل إكسبو معنى المفروض أن هاي الرامات تدعم XMP وإكسبو فهي رسالة لكينغستن وين الإكسبو يا جماعة ولكن مع هيك جربنا والجهاز ما عمل بوت ليش؟ لأنه قاعدين بنشتر على معالج Ryzen 7000 وليس من معالجات Ryzen 9000 الجديدة ما زبطت الثمن ألاف رحنا على المحاولة الثانية اللي إذا اشتغلت رح تورجي أنه فعلا اللوحات مع البيوس الجديدة تبعتها صارت تدعم سرعة 7200 ميجا ترانسلس بالثانية على معالجات AMD بدون أي مشاكل وفعلا هذا اللي صار أول ما شغلنا XMP2 على 7200 ميجا ترانسلس بالثانية على طول الجهاز عمل بوست ما طول كثير زي آخر فترة كان يبعد تقريبا دقيقة بالذات على لوحة الماستر يطوله بعمل كود 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 مرات يلقطه مرات لا الآن 7200 ترجبته كانت لطيفة سموذ سلسة أمورنا تمام ولهون موقفنا ما رح نعمل تجارب إضافية بهذا الفيديو ليش لأنه منستنى منصة Ryzen الجديدة معالجات 9000 ولوحات X870E أو 770 ونجرب لوحات قديمة لوحات جديدة زي ما عملنا زمان ببوردات البي 450 و 1550 ما بين زين 1 و 2 و 3 قاررنا توافقية الرامات مع اللوحات القديمة أداء المعالجات على لوحات أقدم أداء المعالجات الأقدم على لوحات جديدة إلى آخرها فما بدنا نحرق عليكم النتائج وراح نجرب إن شاء الله في الأيام القادمة لما تنزل منصة Ryzen الجديدة بالنهاية شو رأيكم أنتم بهاي الرام هل في داعي للحركة اللي عملتها كينغسون نزلت إشي limited edition أنا الرام شايف شكلها لطيف ولكن عندي ما أخذ كبير عليها وهو إضاءة الـ RGB ليش هيك طالع الموضوع كثير إشي تشيب يعني إشي بتحسه على على كت RGB فانات صينية generic ما لها نوع ليك بس إضاءة هيك بتمشي قاعدة ليش ما تكون خلص ريمبو زي زي أي رامات ثانية أو لون واحد طبعا نقدر نغيرها إحنا من برنامج فيوري كنترول أو أي برنامج لوحة أم تبع RGB بس الديفولت مفروض يكون ألطف من هيك ما بعرف إذا هاي رامات على المنصة الجديدة زي ما حكيت ونعمل شوية مقارنات لطيفة مع رامات أقل ترددا ورامات أعلى على منصة قديمة جديدة معنجات قديمة وجديدة إلى آخرين بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تكونوا مشتركين بالقناة وفعليا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئل ملاحظات أو اقترحات خطوها بالتعليقات ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم تحية كبير جدا من دارك ومني أنا ماد سلام